كيف يمكن فهم هذه المعركة أو المعارك التي يخذها الموساد باستهداف قادة في المقاومة في لبنان في فلسطين في أماكن أخرى كيف يتم تحديدها يعني نسمع عما يسمى يعني قوائم الاغتيالات المعروفة باسم النشرة الحمراء والتي تعد من قبل لجنة لجنة في الاستخبارات يعني ما هي المعايير التي تحدد هذه الأهداف نعم مساء الخير تحية لكم ولكل المشاهدين وضيفك الكريم من مصر الحقيقة يعني إسرائيل اغتلت مئات الشخصيات إن كانت فلسطينية أو لبنانية أو حتى في سوريا وإيرانية وثبت عبر هذا التاريخ أن الاغتيالات لم تؤدي إلى مبتغاها وهناك دراسة الآن حاليا في إسرائيل تقول أن ما نفع هذه الاغتيالات إذا لم تؤدي إلى حماية إسرائيل بمعنى عندما قامت أنا سأعطي مسالين فقط بمعنى عندما اقتلت الشيخ أحمد ياسين الشيخ المقعد وكما حطيت بتقريرك بعد صلاة الفجر بسلاسة صواريخ وهو مقعد ماذا فعلت هذه المقاومة الفلسطينية حركة حماس يعني صنعت طفان الأقصى فإذا إلى ماذا أدى اغتيال الشيخ أحمد ياسين أدى إلى طفان الأقصى الذي كبد إسرائيل خسائر فادحة وجعل العالم كله ينطفض ويتغير بمعنى 27 ما قبله غير ما بعده إذن الاغتيالات لن تؤدي إلى شيء بس تصحيحا للضيف في مصر عندما قال عن خالد مشعل لا هي نجحت نجحت عملية الاغتيال ولكن الملك الأردن اتصل بإسرائيل وقال لهم إذا لم يعطوه العقار المضاد للتسمم سوف يقطع العلاقات مع إسرائيل وهددت إلى سحب السفراء مما اضطر إسرائيل أن تعطيه العقار المضاد حتى لو ما يتدخل الملك الأردن كانت ماشية مهم هذا موضوع فشلت سياسيا كيف يحدث ذلك؟ نعم كيف يعمل الموساد؟ تتجمع المعلومات لدى الموساد عن شخصية معينة تصبح تقريبا هدف للمتابعة تجمع كل هذه المعلومات الموساد وترسلها إلى قسم اسمه فراشة هذا القسم اختصاصه التحليل وابداء الرأي فقط وابداء الرأي فقط وحين ترى قسم الفراشة حين يرى أن هذه الشخصية يعني يجب أن تغتال يضع الاسم على الصفحة الحمراء الصفحة الحمراء ولكن ليس لها قرار قسم الفراشة يعاد الملف إلى الموساد الموساد يعني يرسله إلى رئيس الوزراء الذي هو الشخص الوحيد الذي يقرر ويوافق على العملية أو يرفضها وعادة منذ تكوين اسرائيل حتى اليوم ولا مرة اتخذ القرار لوحده رئيس الوزراء دائما يشرك معه إما وزيرين وبالأخص وزير الحرب الإسرائيلي عندما يتم التوقيع على قرار الاغتيال يرسل الملف إلى قسم قيسارية قسم قيسارية هو القسم الذي يزرع الجواسيس يزرع العملاء حيث موجود هذا الشخص الهدف يتعامل مع مخابرات الدولة التي موجودة فيها هذا الهدف والذي ينفذ هو قسم كيدون هو القسم العسكري الخصائيين في الإجرام في القتل دون ترك أسار فهذا هذه مراحل عملية تنفيذ عملية الإعدام أو الاغتيال من قبل إسرائيل مفهوم هذا الشرح يا سنة العميد طيب يعني هل يعني تفضل بس في عجالة تفضل نعم فإذا نرجع لعملية الإغتيال هل تؤدي إلى حماية إسرائيل عمليات الإغتيال لم تفعل شيء وأنا أعطي مسأل آخر قامت إسرائيل بإغتيال الأمين العام لحزب الله السابق السيد عباس الموسوي فأتى مكانه السيد حسن نصر الله نعم والمقاومة زادت منعة وقوة وإلى ما هنالك كمان إغتالت القائد عماد بغديني في سوريا نفس الشيء فأزا لا يؤدي إلى شيء ما فوق